السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعنا الكرام تمنى وتكونوا بخير وعلى خير في الصحة الجيدة وفي أحسن الأحوال أخير الأخبار وأخير المستجدات من بداوعة بركة الله متابعنا الكرام أمعنا من اليوم وزيخ خارجية المغربية ناصر بوريطا تقول بطريقة المباشرة لفرنسا سنقوم مما لا تستطيعون قيام به في إفريقيا بالباقي التفاصيل فهذا الموضوع هدفين دازت هذه الرسالة الخلفية لفرنسا خسر المغرب الكونغرس الفرنسي اعترف بالهزيمة ديالو وخسر المغرب دازت حلقة والسبب هي الزائر وأيمانويل ماكرون توافق الليبي دولة تشويش تحظى بشادة أممية نبدأ بالسيد ناصر بوريطا لمرة الرسالة خفية لفرنسا مفادها أننا قادرين نتعاون مع إفريقيا أن هذا لم يقدروا يش تقوموا به في إفريقيا احنا كينين باش نقوموا به وهذه رسالة مهمة باش تعرف الأهمية فرنسا حتى الدول إفريقية باش يعرفوا الأهمية دي المملكة المغربية هذا تحديدا مع بوركينا فاسو اللي عانت من الإرهاب بسبب التدخل العسكري الفرنسي في الأراضي ديالها قامت هذه السنة أمرأة جريه جدا هو طر القوات العسكرية على نفس الطريقة اللي قامت بها مالي السنة الماضية هذا كلهم يعني دول اللي عندهم علاقة جيدة مع المغرب وكذلك عندهم تاريخ مستخدمة فرنسا وإذا الصح القوات في فرنسا لديها تاريخ من التنسيق مع الدول هذا هذا فبوري تكتيقون أن المغرب يقب بجانب بوركينا فاسو في مساعد تصدي الإرهاب هذا هو الأمر لمقدرش تقوم به فرنسا وهذه الرسالة داست من طرف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغارب القيمة الخارج السيئة هذا الأسبوع من الداخلة؟ هذا الأسبوع في مدينة الداخلة أعلن تضامن المغرب الكامل مع بوركينا فاسو مع بوركينا فاسو في مساعد الدعوبة لمكافحة تطرف الإرهاب وشتات جذورها من البلاد اللي قالتها المملكة المغربية قد رأت تففي بها هذا يشهد به للمغرب على مستوى مكافحة الإرهاب يعني المغرب والوزير الخارجي المغربي سيد ناصر بوركينا فاسو لأنه سيقوم بهذا الأمر يفشلت في فرنسا ولي عذبت في بوركينا فاسو فرنسا ما قدر على أولو أصلا هي اللي دعمت إرهاب في ذلك المناطق حدوك باشو تقدر تنشر القوات العسكرية ديلها وأكد بوركينا فاسو قلال الندوى الصحابي المشتركة مع ناظرات البوركينا بيا أوليبيا راجانا ويندي بمناسبة انعيقاد الدورة الرابعة للجنة المشتركة ما بين المغرب و بوكينا فاسو على إيدانات المغرب وجهت كلام شديد لاعتداءات الجابانة التي يتعرض لها البلد الشقيق والتي تنافي مشهر عن أراضي الناس شرفاء مع التسامح وتعايش أي اعتبر دوما مثلا وأوضح أن الوضع الذي تمر في بوكينا فاسو يرتبط اتباطا وثيقا بعدم استقرار المتفشي في منطقة الساحل والسحراء وشكون سوف الانتشار ديل عدم استقرار في منطقة الساحل والسحراء بالطبع بالطبع فهي فرنسا والجزائر ما دولوا فرنسا وابنتها الجزائر فهذا هو السبب ليوقع في المنطقة الدية الساحل حيث وجدت الجامعة المسلحة الإرهابية ظروفا مواتية في هذه المنطقة لتعزيز وجودها مسجلا في هذا الإطار أن أكثر من ستين العملية الإرهابية في العالم ترتكب في منطقة إفريقية لنفسها وهذه المنطقة التي كانت تدعي فرنسا أن تحميها بقوات العملية الإرهابية في هذه المنطقة وفق ضحايا العملية الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط وجنوب الشرق آسيا والشامعين وتابع قائلا اليوم هناك على أقل 12 مجموعة إرهابية تنشط في منطقة الساحل والسحرية تهدد الوحدة التربية للدول المؤكدة أن ظاهرة تغلق الإرهاب في إفريقيا هي ظاهرة عامة إلى أن بوركينافاسو التي وجدت نفسها في الواجهة تحتاج إلى الدعم والمسنادة المستمر لأن مكافحة الإرهاب في هذه البلد سيكون له أطار في كل منطقة الساحل وغرب إفريقيا وتحديدا هذا هو الأمر لما يقدرش تقوم به فرنسا والقوات ديالها لماذا يقدرش فرنسا تتكافح الإرهاب لأن مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل لا يخدم مساحة فرنسا وبالتالي الأمر يبقى كما كان عليه ونقدر أن نؤكد لكم هذا مبعد النقاط المهمة في سبب الخلاف بين المغرب وفرنسا وأن المغرب مصر على مكافحة إرهاب ومكافحة الجامعة الإنفصالية المسلحة لكي نفي المناطق عدة مناطق ونضم إليها ميليشيات بوليزاريو اللي هي أصلاً قد يدخل ديال من الجامعة الإرهابية المسلحة في منطقة ككل ديالإفريقية جنوب الصحراء وديالمنطقة الساحل وشمال إفريقية ككل يعني من بين الجامعة الإرهابية المسلحة موالة من طرف إيران الموال الرسمي الأساسي والداعم أول إرهاب في المنطقة كما جعل ليسان السيد وزير الخارجي ناصر بوريطة في مؤتسام الموركش ضد داعش وشجل أن مملكة المغربية التي جعلت تطرف مواجهة إرهاب في مقدمة أولويتها ما فتنت تدعم المجتمع الدولي إلى إلاء مواجهة الأهمية التي استعقوها وذلك بدعم مساندة تدابير وإجراءات متخذة من طرف الدولة الإفريقية التي تواجه هذه الآفة وفق مقاربة نشامية مبتكرة الصلاح بين العمل الإنساني والتلمية وبناء السلام بغارض معالجة الأسباب العميقة لدارة الإرهاب وتطرف العني وقال بوريطة أن المغرب يتابع بارتياح تطور مسلسل انتقالي في بوركنافاس هنا بصراحة مدى ما قال بها الطريقة هذا بأن المغرب يتابع بارتياح تطور مسلسل انتقالي في بوركنافاس أهم حاجة تقامت بها بوركنافاس في هذه السنة هذه هي الطرد ولديه ثقة كاملة يقود القيادة بوركنافية على التعامل مع كل المستجدات بحكمة وتغليل مصلحة الوطنية العليا مؤكداً أن به فخامة الرئيس إبراهيم تراوي خلال الأشهر الأخيرة مهم لتعديل استقرار وعدة إطلاق مسلسل تنمية في هذه البلد الشقيق فخامة الرئيس إبراهيم تراوي فخامت فرنسا يعني هذه الرسالة واضحة من وزير خليجي المغرب السيد ناصر بوريطة كنظن أن ما تحتاج شركة المدكة باش تفهم الرسالة هو أن فرنسا هي السباب الإرهاب في المنطقة دي الساحب القطوة اللي قامت بها بوركنافاسو في الطرد دائم الأولي للإرهاب في المنطقة وهي قادرة الآن أنها تواجه التحدي بالتالي فالمغرب أكيد على أنه يراقبه بارتياح كلما قامت به الدولة الشقيقة بوركنافاسو لكالدعم مغربية الصحراء من قلب الصحراء المغربية بعد أن أبرز أن المسلسل لانتقاله يسير في الطريق الصحيح أكد بوريطة أن المغرب يرى دائماً أن الانتخابات ليست غاية في حد ذاتها وإنما تنظيم من أجل تحقيق الاستقرار وبالتالي يجب تهيئة ظروف مناسبة هو أن كل دولة عند السيادة ديالها ما محل القوات العسكرية الفرنسية من الإعراف في المنطقة الساحية أول حاجة أو الخطوة تقوم بها لا بوركنافاسو ولا مالي وهو طرد تدخلات خارجية زازائرية لتخدم مصالح فرنسا وكل من لديهم القوات في المنطقة فلا تخدمش مصالح ديال الإفريقية بالعكس المغرب اللي داخل من المنطقة رابح رابح المغرب اللي دار أمام أعيون دياله من هنا لفوق أفين وثلاثين تكون في فاقية أخرى واش أفريق مستعدين يخلي المملكة تخدم ولا بغوا يجري وراء دبلومية الشيكات الزائرية هذا هو السؤال لكي بقى متروحي وهنا فينا نعرفه واش أفريقية ستزيد الأمام ولا ستبقى راجع الوراء لا أقل ولا أكثر أما في الخبر الثاني أمر واقع وسط مجلس الشيوخ الفرنسي الفرنسيون يعترفون بخسارة من علاقتهم مع المغرب وبالخسارة في موجهة المغرب منطقة رابح رابح كل الأمور لوطعتها المملكة المغربية الفرنسيون يعترفون ولكن ليس فقط لأنهم يعترفون البل يوجهون اتهامات لما هو ماكرون والنظام الزازائري ليس الزائر بل نظام العسكري الزازائري ليصفوه بأنه تسبب في إفقار الزازائر رئيس فارق الجمهوريين في مجلس الشيوخ الفرنسي قال بصريح الإبارة ماكرون أفسد علاقتنا مع المغرب من أجل النظام تسبب في إفقار الزازائر هاجم رئيس فارق الجمهوريين في مجلس الشيخ الفرنسي هو الشخص الذي زار مملكة المغربية مؤخرة الرئيس همانويل ماكرون بسبب ما اعتبره تحديدا تحيوزا من هذا الاخير لفائدة الجزائر لدى المغرب وصاب أنه يمنح الشرعي للنظام تسبب في فقار بلادي دون أن يؤدي إلى تحسن في العلاقات الفرنسية الجزائرية في الوقت أولا صداقتها اعتاد للرباط خلال استضافته من طرف برنامج يوم الخامس الماضي اليهود الفرنسي اعتبر أن ماكرون لديه هوس وانبهر في الجزائر وتسبب في الصدام بين فرنسا والمغرب دون أن يؤدي ذلك لأي مصالحة مع الجزائر في ظل وجود نظام هناك أدى إلى فقار الشعب بلادي واصف ما يقوم به هذا الاخير تجاه هو عبارة عن ابتزاز والاستغرب السياسي الفرنسي الذي يقوم به الكتلة الأكبر في مجل الشيوخ الفرنسي واضاف ما يقوم به هذا الاخير تجاه هو عبارة عن ابتزاز والاستغرب السياسي الفرنسي الذي يقومه الكتلة الأكبر في مجل الشيوخ الفرنسي الذي يضمه ميق وصابعين مقعد للطريقة التي يتعامل بها ماكرون مع الملفين الزائر والمغربي مبارداً للزائر لا زالت تعتقد أنها تقود مواجهة ضد فرنسا وأن استعمارها من طرف هذه الأخيرة جعلها تظن أنها أصبحت تمتلك الحق الأبدي بالحصول على تأشيرات في السياق مطالب لغاية اتفاقية للأفو تعمل التي تملح امتيازات في مجال الهجرة للزائريين وهنا تحديد انتفاقية أفو بيان الموقعة ما بين الزائر وبين فرنسا ومن خلالها فيها إهانة للزائر والسيادة الزائرية يأتي حديث ريساريو في الوقت تعيش في العلاقات بين المغربي وفرنسا أزمة غير مسبوكة تمتنع الريباط إلى حد الآن عن تحديد موعد الرئيس الفرنسي لزيارة المملكة المغربية واللقاء بالملك محمد الثالث على الرغم من أن قصر الإليزي وماكرون شخصيا سبق لهما أن أعلن عن تواريخ مبدئية لهذه الرحلة في الوقت نفسي تأجت الزيارة الرئيس الزائري عبد المجيد تبون إلى باريز واتخذ الجمهوريون الراغبون في العودة للحكم من خلال انتخابات الرئاسية المقبلة موقفا صريحا من الأزمة مع المغرب اتبق لرئيس الحزب إيريك سيوتي أن ألقى باللائمة على الرئيس الجمهورية إيمانيو ماكرون وفي متصف ميو الماضي على لأنه في حال أن أصبح رئيسا لفرنسا سيعلن عن اتراف بلاده رسميا بالسيدة المغرب على السحراء المغربية على غير ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية بطابعة الحال هذا قد ما هو ينتظر مواقف حقيقية مواقف رجولية مواقف دي المصلحة مشتركة وليس مصلحة الدولة الفرنسية فقط هذا هو ما يتطلع عليها المغرب والمغربة كذلك المغرب تطلع إلى اعتراف بكل أراضي التي قسمت فرنسا وحدثها لززائر وخلت دي ززائر وصيعة عليها فقط لكي تكونوا واضحين لإخوان هذا هو الأمر لكي يطلع على المغرب العلاقة ما بين المغرب وفرنسا فأتت كل الحدود دي لها وصلت واحد لحد المسدود فهنا أما فرنسا ستقوم باعتراف بالأراضي لقسماتها أما العلاقة مع مرها ستترجع كيفما كانت في السابق نزول الخبر الموالي هنا ستحدث عن رعاية المغرب بتوافق الليبي دون تشويش لحظة به يعني بإشادة أمامية وكذلك إشادة من اتحاد إفريقي دول ليبيا وهي تونس وززائر تونس قلات في صمت رهيب دون أي تعليق بعكس الززائر هناك انزعاج وقسم مرادية أشواق عبدالد وهو ما قام به المغرب سيشهد له التاريخ وما زال هذا كيفما كان قوله وحناء المغربة ما هذه إلا البداية وما زال وما زال سبق تحدثنا على الموضوع ديال ليبيا بالنسبة لليبيا كانت من بني الأولويات ديال المغرب بتثبت للعالم أنه عندها سياسة خارجية حقية سياسة خارجية كالتسلعف على المصالح ديال الدولة القريبة منها وكذلك مصلحة ديال البلاد كما معروف على كل الدول فهناك كادات المنتظم الدولي وما تقوم به في ملف ديال الفلسطين الملك سنة أبسة 188 ما قدرت شلولا دير فيه ولو نقطة وحدة ولو إضافة وحدة مجرد شعارات أول هم ززائر ليبيا الشعارات مؤخران ديال أنها غادي يدير وغادي يدير وما زال المغرب غادي يفاجئ العالم في الملك ديال الفلسطين هذا هو منتظر كذلك في افريقيا عدة دول افريقيا كتستامد على المغرب في عدة أمور وكذلك ديكلوماسية ديال المملكة المغربية أجمعت حكومة معظم الدول منظمات الأممية على الدور الفعال الذي لعبه المغرب وجهت النظر مدينة الفرقاء الليبية بخلال توفير المناهر ملائم أسهم في بلوغ اللجنة المشتركة المكلفين من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بإعداد القوانين الانتخابية للتوفيق بشأن القوانين المنظمة المنظمة الانتخابية الرئاسية والبرلمانية المقاررة لنهاية السنة الجارية في البلاد وهذه النتيجة الإيجابية لم تروق النظام الزائري لم يحلمون بهذا الميلة لأن كانت عندهم رغبة مبيتة أنهم يجروا ليبيا للمعارضة على المستوى المغاربي وعلى المستوى الإفريقي وعلى المستوى العربي وكذلك على مستوى الدولي معارضة لدى الوحدة الترابية دي المملكة المغربية شنو كانوا بغيين؟ كانوا بغيين نرجع الأمجاد دي القدافي كانوا بغيين نرجع الأمجاد دي السابقاً لكن تمشي الرياح بما لا تشهي سفن ومحسن حظنا تمشي الرياح بما لا تشهي سفن زازائف فهذا علاج تنسى الضخلات في الصمت رهيب ولكن قصر مورادية علنوه على انزعاج يلوم فهذا علاج تونس دخلات في صمت رهيب لكن قصر المرادية أعلنوا على انجازهم المهم الساحدة تشيد الاتحاد الإفريقي كثيرا تشيد للدول العربية والإمارات السعودية كل الدول العربية تشيد بمقامه بين المغرب المشكلة يبقى في ليبيا ولا أساسا لا يريد المغرب يحلل هذه المشكلة هذا هو فرصهم يخسروا أمام ديبلوماسية المملكة المغربية كانت هي النتيجة يا أخواني أخواتي وصلت لنا هذا الفيديو نتمنى وشعر الله تشتركوا في القناة دعمونا باللايك والإعجاب وشكرا لكم جميعا